نحن جميعًا نعلم أن القرآن هذا نزل من عند الله تبارك وتعالى على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله تبارك وتعالى أنزله بلسانٍ عربيٍ مبين وأن الله تبارك وتعالى تكفَّل بحفظه فقال جل ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذه منةٌ عظيمة امتنَّ الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة حيث تولَّى حفظ كتابها بنفسه جل وعلا وهو محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان وكل المحاولات التي جرت في قديم الزمان أو في حديثه لتغيير القرآن أو للزيادة فيه أو للنقص منه وهو باءت بالفشل لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفَّل بحفظه وهذا ما لم يكن في الرسالات السابقة والكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا صلوات الله وتسلماته فإن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ تلك الكتب إلى الأقوام الذين نزلت عليهم ولكنهم غيروا وبدلوا وضيعوا أما هذه الشريعة وهذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون نورا وهداية للخلق إلى قيام الساعة فإنه محفوظ بحفظ الله والحمد لله على ذلك